في الشأن الفلسطيني شن الطائرات الاحتلالي ثلاث غارات على مواقع في قطاع غزة لم تسفر عن وقوع إصابات وكان الاحتلال أعلن أن صاروخاً أطلق من غزة وسقط في منطقة شعار هاجينيف ولم يسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار مادية التفاصيل في هذا التقرير إسرائيل التي اعتادت أن تعكر صفو الغزيين في كل مناسباتهم السعيدة أبت إلا أن تترك بصمتها في عيد الفطر قصف هز أرجاء القطاع ودب الرعب في قلوب أطفاله وكباره ليخرق مجدداً اتفاق التهديئة المعلن وينغص على الغزيين فرحة عيدهم العدو الصيني يحاول أن يبحث عن مبرات واهية وتحت حجج واهية لمحاولة استهداف قوة المقاومة وتنغيص عيد الفطر على أبناء شعبنا شعب الفلسطيني سيعبر عن فرحته في هذا العيد وما زال رغم حالة الحصار والخناق المفروض على شعبنا جماهير شعبنا تدرك المرامي لهذا الاحتلال من وراء هذه الغارات ولهذا قوة المقاومة تتدارس فيما بينها بشكل موحد الرد على هذا الاحتلال وعليه أن يتحمل المسئولية بالكامل ثلاث أعوام على انتهاء العدوان الإسرائيلي عام 2014 لم تترك إسرائيل معها لأهالي القطاع فرصة لنسيان أحداثه عبر رسائل متتالية تسقط بين الفينة والأخرى شهيدا هنا أو هناك أو جرحة أو حتى مجرد أضرار مادية لتذكر الأهالي بأن احتمال شرن عدوان جديد ما زال قائما نحن نؤكد أن شعب الفلسطيني له كل الحق وله كل الحرية المطلقة باستخدام كل الأشكال وأنواع المقاومة من أجل تحقيق أهداف شعب الفلسطيني بالعودة وتغير المصير وهذا أمر كيف له كل الشرائع وكل القوانين الدولية هذه رسالة تستخدم إسرائيل قوة استعراضية كبيرة لتقول أنه أي تهديد يمكن أن يكون رد الإسرائيلي كبير جدا أن إسرائيل لم تلك من الإمكانيات يذكر أهل غزة بالحروق الثلاث التي تمت على قطاع غزة إسرائيل التي دائما تبدئ تخوفها من انفجار أزمات القطاع في وجهها لم تكف يوما عن التلويح باستعدادها لشن تصعيد تمحو معه الأخضر واليابس دون أن تكترث لاتفاقات أو معاهدات أو حتى تدخلات أو قوانين دولية منعوك لقناة رؤية غزة فلسطين